من جانبه عد رئيس تجمع السند الوطني أحمد الأسدي استهداف مقرات الحجد في معسكر سقر وقاعدة بلد أول الغيث التآمري على الحجد الشعبي معتبرا دخول إسرائيل مجالنا الوطني إعلان حرب ضد العراق وشعبه وسيادته وقال الأسدي في بيان نقف بقوة إلى جانب الحجد خيارا استراتيجيا ومشروعا للإباء والكرامة ولن تقل تلك العزيمة أو يكسر إصرارنا تدمير كدس العتاد هنا أو حريق في قاعدة هناك